و للمزيد عن الموضوع انضم وردنا في الستيديو محمد سالم ملده منسق اللجنة التنظيمية لأيام التشاورية لإصلاح الصحابة أهلا بكم أهلا مرحبا أهلا بداية الأيام التشاورية لم تفتتح من طرف رئيس الجمهورية مع أنها نظمت تحت رعايته ما سر رعياب الجهات الرسمية عن هذه التلاهرة التي تهللت لها الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسفل المسترين هذه الأيام نظمت بإرادة صحفية ومن خلال جمع من المنظمات المهنية التي تعبر عن الكثير من الصحفيين طبعا هذه المبادرة جاءت بعد مشاورات ولقاءات ما بين هذه التنظيمات ورئيس الجمهورية خلال هذه اللقاءات أعربت الإرادة السياسية ومثلة في رئيس الجمهورية عن رغبتها في أن تتعاون مع الصحفيين الموريتانيين في سبيل إصلاح قطاعهم وبعد هذا التعهد ظلت هناك استمارية في التواصل من وقت لآخر مع الجهات المعنية ما سر وراء هذا التقوص؟ نعم لم يكن هناك العكس رئيس الجمهورية قال على الصحفيين أن ينتظموا في هذه المتديات وأن يتشاوروا فيما بعيدا عن أي شكل من أشكال التواجد الحكومي وبالتالي حتى لا يكون هناك ضغط أو حتى لا يكون هناك نوع من على أن تكون هذه النتائج جاءت من الصحفيين وبأرادة منهم وبعد مشاورات وبعد نقاشات الخلاصة تعهدت لأرادة السياسية ومثلة في رئيس الجمهورية على أنه سيتم أخذ بها لم يكن هناك التزام بأن الرئيس سيحضر هذه المتديات بالرغم من أنه أعلن عن دعمه وقد دعم هذه المتديات ما هذا الغياب الرسمي؟ الغياب الرسمي أولا نحن لم نموجه دعوات إلى جهات رسمية من أجل أن تحضر إلى الحكومة هناك استعداد كان من طرفنا على أن يشاركوا جميعا وقد وجهنا بالفعل دعوة لرئيس الجمهورية ليشرفنا بالحضور أيضا وزارة الاتصال قدمتم لها بعض الدعوات نعم وزارة الاتصال قدمناها وقدمنا دعوات لمشوعة من الأحزاب والنقابات والتنظيمات والمجالس الاستشارية في البلد على كل حال إرادتنا هي أن نجتمع وأن نناقش إرادتنا التي ناقشناها أيضا مع الشيات المعنية أنها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بما سنناقشه ولا بما سنتوصل إليه ربما يتسأل بعض نحن علينا أن نوجه الدعوة نحن علينا أن نسأل بعضنا هل وصلت رسائلكم إلى المعنيين أم لم تصل وصلت رسائلكم هل هناك اعتذارات لا لا وصلت رسائلنا إلى كل من دعوناهم وحضر الكثيرون منهم طبعا وصلت أيضا بعثنا فعلا بدعواتنا إلى الحكومة لكن الحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية قال وبحظوات أنه لا يريد أن يكون هناك أي شكل من أشكال التواجد الحكومي في هذه المنتدايات لأنها منتدايات للصحفيين هم المعليون بشكل أولي وبالتالي لا يتدخلوا فيها الحكومة ولا يتدخلوا فيها أي جهاز الحكومي إذن لماذا تحترر رحاية السامية لرئيس الجمهورية؟ هذا الشكل طبيعي طبعا هي أولا لأن هناك إرادة سياسية لولو تكون هناك إرادة سياسية ولمسناها لما انتظمت هذه الأيام ولما قمنا نحن بانتظامها لكننا لمسنا فعلا أن هناك إرادة سياسية تريد أن تساهم معنا في ترقية هذا الحقل وهذا مطلب قديم وبدو أنه قد بدأت انطلاقته الفعالية اليوم من خلال فعاليات اليوم خصى فعاليات الافتتاح ستبدأ لجن غدا الدخول في ورشات ما طبيعة هذه الورشات وكيف كان اختيار أعضاء كل نجن؟ على كل حال بالفعل اليوم كانت هناك فعاليات الافتتاح بعد تهاية هذه الفعاليات أعلن أن بقية البرنامج ستبدأ غدا من خلال انطلاق بشموعة من الورشات هذه الورشات لها عنوين بارزة هناك ورشة تتعلق بالصحابة المكتوبة والصحابة الإلكترونية هناك ورشة تتعلق بالفضاء السمع البصري هناك ورشة أخرى تتعلق بالتنظيمات وأخلاقيات المهنة يعني هناك فكرة بضرورة تنظيم موحد لجميع الصحابيين هناك فكرة بضرورة إنشاء مجلس أعلى للصحابة بالإضافة أيضا إلى ورشة تتعلق بأخلاقيات المهنة وأخرى تتعلق بالموارد ورشة الموارد هذه تتطرقوا إلى كيف يمكن أن نشأ صندوقا يعني عموميا لدعم الصحابيين بالإضافة إلى ضرورة أن نشأ أيضا مؤسسة للإشهار تساهم بشكل أو بآخر على أي أساس اخترتم أعضاء كل لجنة؟ على كل حال كل لجنة تم اختيارها هذه أوضان كما قطب وكرر هناك لجنة عليا للإشراف تقسمت إلى مجموعة من اللجان هذه اللجنة وهذه اللجان جاءت بناء على توافق جماعي من طرف التنظيمات المهنية التي هي من يمثل الصحابيين لأنها تنظيمات منتخبة وتنظيمات تعبر عن جموع من الصحابين أو تعبر على الأقل عن متسبها بغض النور عن ذلك المتسبين لهذه التنظيمات إذن عن طريق محاصصة لهذه التنظيمات؟ على العكس لأن تقريبا تشكيلة اللجنة 19 عضوا لم يست هناك محاصصة بقدر ما على أساس ليس هناك ذلاثة من النقابة ذلاثة منها؟ لا 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 واحد لكل منها؟ لا 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 هناك تنظيمات هي من يبعث بها من يختار ممثلها للمشاركة في هذه المبادرة الإيجابية التي ننتظر غدا أن تنتج عنها سلسلة من التوصيات تساهم في ترقية وتنظيم وضبط الحقل الصحفي برأيك لماذا ستنجح هذه الأيام؟ تشاولي في تنقية الحقل الصحفي وماذا عن مثاق الشرف؟ هل احتمت صياغته حتى لا؟ نجاحه الأولي أنها جاءت بأرادة الصحفيين وأنها أيضا جاءت بأرادة من تنظيمات الصحفية يعني من كل التنظيمات الصحفية البلد اتفقت ولعلها المرأة لا لا تستفق على شيء الآن اتفقت على ضرورة أن تتجه جميعا إلى كل ما مشينه أن يساهم في إصلاح هذا القطاع الذين علموا جميعا ما يقع فيه وما هو فيه وبالتالي هذه إرادة إيجابية تحققت ولعل نتائجها ظهرت اليوم أن كل الصحفيين وإجماع كل الصحفيين هناك أيضا فتحنا الباب لأن يشارك في هذه المتدأة كل من يدعي أنه من أهل هذه المتدأة صادقا كالا أو غير ذلك من أجل أن يساهم بأرائه وأفكاره وتصوراته على أن نصل جميعا لخلاصة سترزم الجميع غدا حين نبدأ في تطبيقها مع أن الإرادة السياسية أكدت لنا اليوم كما أكدت سابقا أن المخرجات التي ستنبثق عن هذه الأيام التشاورية أنها سيتم تقننها وسيتم تطبيقها بشكل فوري وسريع بعد المقاطعة الرسمية لهذه المنتديات هل أنتم متفائلون بالنتائج على النخبة مع أن نخبة من الصحفيين أيضا أعلنت موقفها منها وطالبت بتأجيلها نحن متفائلون بأننا سنصل غدا إلى خلاصة تعبر عن الإرادة الصحفية وتعبر عن كل صحفي طبعا هناك مجموعة من زملائنا الأعزاء كانت لهم مشاته نظرين وطالبوا بتأجيل هذه المنتديات نحن عاكم لحالة تواصلنا معهم ونازل باب التواصل مفتوحا مع كل الصحفي من أجل مشاركته قبل التوصيات نعم قبل التواصل خلالة نعم هذه المنتديات مفتوحة لكل صحفي كل الصحفي مفتوحة له مع حقيقة أن هذه التوصيات تمت سياغتها مسبقا قبل الجلوس على طاولة التشارك لا هناك وثائق طبعا أي منتديات أي منتقيات من هذا النوع تستطلبوا ضرورة وجودية أن تكون هناك وثائق هذه اللجنة التي مر على إعدادها لهذه المنتقيات ستتأشهر طبعا أعدت وثائق وستقدم هذه وثائق للمشاركين من أجل فحصها والأخري بنتائجة تعبر على الجنة شكرا على الجنة شكرا شكرا لكم على كل هذه